اشتركوا في القناة والصيفي ويعني الاشتعالات وسوق الانتقالات في الدوري الاوروبي بشكل كبير كمان النهاردة هنتكلم على جزء مهم جدا جدا هنتكلم وقول لحضراتكم جزء عن الاكاديميات او قطاع الناشئين في اوروبا الناس بتشتغل زي يمكن الحلقة يوم لتنين خدنا بعض الامثلة النهاردة ان شاء الله هنكمل ونشوف لان ده جزء مهم جدا لو كنا بنتكلم على التطوير يبقى لازم نبدأ من تحت نبدأ من القطاع نبدأ من الولادنا صغيرين ان شاء الله كمان النهاردة هفرقكم على نمازج الارسنال برشلونة وان شاء الله باير ميونيخ الانتر ميلا ازاي الناس بتشتغل من تحت وازاي الناس بتبني قاعدة واسعة جدا للاعبين دوليين على مستوى عالي جدا على المستوى المحلي وعلى مستوى نادينا النادي الاهلي عندنا نقطتين عايز اتكلم مع حضراتكم فيها نقطة الاولى بتخص طبعا مباراة الامس مباراة النادي الاهلي مع اسموحة مباراة مفتوحة مباراة شفنا فيها كل حاجة كل حاجة من النادي الاهلي على مستوى انا كنت سعيد بالاداء لكن اكيد ما كنت سعيد بالنتيجة اداء على المستوى الهجومي اداء رائع استحواز نفس للأسف نفس الاخطاء اللي وقعنا فيها يمكن في المباراة اللي فاتت ان احنا رغم الاستحواز دوت ما فيش ترجمة الاهداف لان انت مستحوز مستحوز ولكن في لحظة واحدة المنافس بيجيب جون من خطأ ايا كان الخطأ ازاي وبالتالي بتستحوز تاني وبتخلق فرص وبتضيع فرص وفرصة تانية للمنافس بيحرز الهدف التاني وبعدين الهدف التالي فالامور بتصعب عليك جدا في الملعب بشكل رهيب الله يكون فعون مباراة بتفرج على الكابتن سامي ومصان الله يكون فعون وانا بقدم له التحية تحية كبيرة جدا للكابتن سامي ومصان اللي يعني مسك المهمة في ظروف صعبة من اصابات وضغط مباريات وا 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 لكن فيه الإجمالي شيء اكتر من رائع كادر ممتاز كابتن سامي ومصان التحية ليه وتحية كمان للكابتن محمد شرف يعني كان مساعد بشكل اكتر من رائع لكن المباراة مبارح المهم كمان انها ناخد الدروس والمهم كمان ان المدير الفني الجديد للنادي الاهلي تابع المباراة دي بشكل كبير ومش المباراة دي بس هو تابع كمان ثلاثة اربع مباريات اللي فاتت لكن يمكن المباراة مبارح ظهر فيها بشكل كبير جدا انا يعني قبل ما اخش الهواء احد الزملاء هنا بيقول لي انا كنت اهلاه وكنت سعيد بأداء النادي الاهلي كنوا سعداء بأداء النادي الاهلي اه لكن عاوزين نوصل للمعادلة الاداء الجيد والنتيجة الجيدة ان احنا متأخرين 3-0 في بداية الشوت التاني ما كناش مصدقين ليه علشان ما احرزناش اهداف ما استغلناش فرص كتيرة جدا جدا بنتكلم على فرص كتيرة اكتر من 14-15 هدف محقق لنادي الاهلي بتحرز منه هدفين شيء طبعا في الكورة غير والد على الجانب الاخر كمان انت فاتح خطوطك بشكل مرعب اه بتهاجم بكل خطوطة لازم يكون فيه كمان توازن من حالة دفاعية لازم يكون عندك عنين صح يا وراء لازم ما يكونش فيه اخطاء في الخط الدفاعي وخط الوسط الدفاعي وا 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 كل داية امور فنية ان شاء الله بيذن الله المدير الفني الجديد ريكارد وصواريز اللي وصل وتعاقد مع النادي الاهلي واللي طبعا هيتم تقديمه ان شاء الله بكرة في مؤتمر الصحفي اكيد كابتن محمود الخطيب النهاردة رئيس النادي الاهلي والمشرف على الكورة اجتمع بريكارد وصواريز وكان موجود كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة والجهاز المعاون جهاز معاون كبير جدا جدا هذا المدرب بيستحبوا معاه على المستوى المدربين على مستوى المدربين اليقى البدنية والتحليل البدني والتحليل الفني كمان الكابتن سامي امصان هيكون اكيد متواجد فيه الجهاز المعاون وزي ما بقول لحضراتكم يعني فيه مخطط احمال فيه كمان فيسيولوجي ده راجل على اساس القياسات البدنية ومدرب في الراس للمرمى يمكن الجلسة تمت طبعا كمان بحضور كابتن حسام غالي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي وكمان كان متواجد لجنة التخطيط في الكورة لجنة التخطيط في كورة النادي الاهلي طبعا كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف خلال طبعا الجلسة ده طبعا بيتفقد طبعا طبعا ريكاردو ملعب التدريب ويمكن راح كمان ليه يعني دولاب النادي الاهلي المليء بالبطولات ده كان وجوده مبارح أو المواصل وكابتن سعد عبد الحفيز معاه وبنشوف ده النهاردة كان موجود النهاردة الصبح في النادي زي ما بقول لحضراتك كابتن سامير عادلي وكل الناس كانوا في استقباله وبصراحة وهو كمان عايز أقول لحضراتك مش عايزين نحكم على التجربة قبل ما تبدأ يعني هو أكيد مدرب جيد جدا كلنا اتكلمنا وكلنا شفنا من خلال السوشيال ميديا رجل اللي عنده شخصية قوية كمان مهم جدا أن الراجل بيتعامل معه أو بيطور اللاعبين وخاصة اللاعب الصغيرين بيطورهم بشكل جيد وده مهم جدا لكن خلينا دايما نقيم التجربة بعد البداية ورأيي في البداية مش أول ماتشين مش أول ثلاثة مش أول أربعة المدير الفني الجديد محتاج وقت والمهم عندنا وإحنا متعودين جماهير النادي الآلي دايما نسفورت لأي حد متواجد جوه النادي الآلي مهم جدا جدا يعني طبعا يا زي ما بقول لحضر آه ميشيل طبعا يا ميشيل ينكم كمان عايز أقول لحضراتكم أن مدرب حراس المرمى السابق اللي كابتن محمود الخطيب وكلنا تمسكنا بيه بصلاح وبقى مشرف على قطاع النشئين أو حراس مرمى في قطاع النشئين ينكم طبعا أدى أداء أكتر من رائع خلال وجوده مع الفريق الأول كان موجود كمان في استقبال المدير الفني الجديد وزي ما بقول لحضراتكم يعني كادر قوي جدا ويمكن كمان محمد الشناوي نزل تويتا كده بيشكر فيها يعني مش ينكم على الأداء وعلى الفترة اللي كان مقضيها مع الفريق الأول للنادي الأحي لكن السورة اللي قدام حضراتكم كمان زي ما بقول لحضراتكم مش عايزين نقيم التجربة من بدري شفت كتير قوي على السوشيال ميديا شفنا أصل ده مدرب السي في بتاعه طيب إحنا بنتكلم على سي في ولا بنتكلم على مدرب عنده شغف أنه يعمل بطولات وعنده شغف أنه يشتغل في أجواء جديدة عليه وتحديات جديدة ده كان مطلوب مدير فني مش هقول كبير في السن مدير فني صغير ده كان مطلوب مدير فني على مستوى تطوير اللاعبين زي ما قلت لحضراتكم عنده أداء قوي جدا مدرب عنده شخصية ودايما بنتكلم على شخصية هو جاي مدير فني لأكبر نادي في أفريقيا نادي الأهلي من الأندية الكبيرة جدا اللي محتاجها شخصية وده مهم جدا يكون الشخصية اللي زي ما بقول لحضراتكم الشخصية اللي تعمل كنترول على على غرفة الملابس الشخصية اللي بيكون قريب من اللعيبة بشكل أو بآخر لكن فيه ديستانس فيه مساحات للاحترام فيه مساحات للتفاهم ويعني كل دوت هنشوفه لسه في المستقبل كلنا منتظرين كلنا مستنيين لكن كمان في نفس الوقت كلنا سوبرت كلنا يعني مساندين لهذا المدير الفني الجديد زي ما بقول لحضراتكم وفكركم بأمثلة كتيرة جدا جدا من والجزية على سبيل المثال لما جي النادي الأهلي أعتقد التاريخ يتكتب في النادي الأهلي ممكن جدا يكون هذا مثال لهذا المدرب ما فيه شك عايز أتكلم حتى على بايلر كل الناس بتكلم انه مدير فني رائع ولكن السي بي كمان السي بي بتاع بايلر ما كانش هو الناس كلها كانت متوقعة يمكن لا مش هيكون هو المناسب للنادي الأهلي وكان مناسب للنادي الأهلي فعايز أقول له حضراتكم السي بي دلوقتي يعني ما بقاش هو هو المقياس لنجاح المدير الفني ممكن يكون سي بي على أعلى مستوى لكن على أرض الواقع عنده بعض المشاكل وعلى العكس فخلينا ننتظر وصول طبعا دلوقتي خلاص هو يمكن كمان كان أدى نهاردة تدريبات في النادي الأهلي بقعادة المدير الفني الجديد خلينا ننتظر وخلينا دايما داعمين وخلينا دايما وراء فرقتنا وخلينا دايما وراء مجلس إدارتنا لأنه هو دوت وبقول له ده رسالة لي جمهير النادي الأهلي انتوا يعني زي ما بنقول انتوا رقم واحد انتوا يعني السد المنيع للنادي الأهلي احنا سوفورت لنادينا ما عجبنيش مبارح شوية بعض الهتفات من جماهير النادي الأهلي بقال لهم علوما في الجزئية دي هتفات بعد الجوني الثالث مش دا مش لا لا مش دي سكتنا احنا دايما دايما سوفورت لولادنا ودايما سوفورت لفرقتنا وقت الخسارة قبل وقت المكسب هو ده النادي الأهلي دايما سوفورت لمجلس إدارتنا زي ما كان حضراتكم تبتكروا برضو رحيل فيلر المفاجئ قبل نهائي او قبل بطولة كبيرة زي البطولة الأفريقية مع وجود مسيماني كلنا كنا سوفورت لي وحقق اعتقد بطولات يعني صعب جدا يحققها خارج أسوار النادي الأهلي فكلنا بنحي وكلنا بنرحب بالجهاز الفني الجديد كلنا بنرحب كمان وبنحي الراجل اللي قدامكم في صورة سامي أمسان وبندعم ريكاردو سوارز على طبعا المهمة ومش هقول مهمة سهلة دايما اللي بيقود النادي الأهلي بيكون عنده مهمة صعبة مهمة صعبة ليه لأنه النادي الأهلي النادي بطولات حتى الراجل لما تكلم قال لك المهمة عندي دلوقتي رغم دي الوقت ان احنا نفوذ بالتلات بطولات لهذا الموسم بتكلم على بطولة الدوري وبطولتين الكاس كل التعاون من كابتن سيد عبد الحفيز زي احنا شايفين والدور القادم للكابتن سيد عبد الحفيز والكابتن سامي أمسان دور مهم جدا جدا ليه دور مهم جدا لأن الراجل أكيد ها تابع من خلال بعض السيديهات بعض الفيديوهات بعض المباريات لكن على مستوى أرض الواقع حيكون الوضع مختلف تماما الدور اللي حيقوم بيه كابتن سيد عبد الحفيز يعني دور مهم جدا دور الكابتن سامي أمسان كمان دور مهم جدا بعد المهمة الصعبة اللي قدها بنجاح صاحق عنده دور مهم جدا أنه التفاصيل الصغيرة وواضح جدا من الناس اللي امتابع الراجل ده من أول ما وصل من خلال حديثه أنه بيحب التفاصيل الصغيرة وأنا دايما بحب المدربين اللي بيحبوا التفاصيل الصغيرة لأن الديتيلز الصغيرة ده اللي أنا شفته في أوروبا هي اللي بتعمل الفارق الفارق مش كبيرة قوي ما بين لعبين أو ما بين مدربين ولكن اللي بيحدد الكواليتي بتاع المدرب هي اهتمامه بالتفاصيل الصغيرة التفاصيل الصغيرة على مستوى طبعا هو مهتم جدا يعرف كل صغيرة وكبيرة وده اللي بيقول لحضراتكم الدور اللي هيقوم به كابتن سامي أمسان كابتن سيد عبد الحفيز على المستوى الإداري يعني المشكلة الكبيرة جدا جدا مش هقول مشكلة ولكن التحدي في المباريات القادمة هي ان شاء الله زي ما بيقول له احنا مسندين الجماهير مسندة محدش يحكم على المدرب ده لو كسبنا المبارياتين اللي جايين أو التلاتة تحت قيادته مش هيبقى أحسن مدرب في العالم ولقدر الله لو حصل تعصر ولا حاجة مش هيبقى أسوأ مدرب في العالم خلي التقييم عندنا تقييم مش من خلال السوشيال ميديا تقييم علمي تقييم على مستوى على مستوى عدد المباريات على مستوى الأداء على مستوى كمان المشاكل اللي موجودة عندنا من الإصابات وإصابات كثيرة جدا على مستوى الضغوطات لأن اللعبة مجهدة الراجل دوت أكيد لما يزمع أن عمر السلية بيلعب ثلاث سنين بدون راحة أكيد حيجي له شك يعني هما يعرف أن اللعبة النادي الأهلي ما خدتش راحة من ثلاث سنين وعندها مشوار طويل جدا سواء مع النادي الأهلي أو مع المنتخب أكيد حيبقى عنده صدمة وبالتالي كمان دور الراجل مدرب الأحمال هيكون كمان عنده دور مهم جدا جدا في النهاية بنقول يعني إن شاء الله بإذن الله تكون تجربة موفقة بإذن الله يكون مشروع بإذن الله لأن النادي الأهلي هي دايما بيتكلم على مشروع واعتقاد الشخصي إن شاء الله أنا متفائل بشكل كبير جدا ورسلتي للجماهير ما تحكمش بسرعة رسلتي للجماهير وكل الناس خليك داعم بشكل كبير جدا لهذا المدير الفني زي ما كنا داعمين لبيتس موسماني زي ما كنا داعمين للكابتن سامي أمصان دايما النادي الأهلي وجماهيره دعمه إحنا نشوف التجربة وإن شاء الله عندنا كل السقة في أي حد يمسك النادي الأهلي أعتقد هو المكسب ليه هو إن شاء الله يحصد البطولات بشكل كبير جدا ويكون مكسب مش هقول مكسب للنادي الأهلي مكسب ليه هو ولكن يكون كمان إضافة إن شاء الله للنادي الأهلي الفترة اللي جاي طيب ترجمة نانسي قنقر